أقامت وزارة أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح حفل إفطار جماعية في دور الرعاية الاجتماعية بهدف التقارب بين العاملين ونزلاء دور الرعاية في جو إيماني ساده روح المحبة وكعادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أقامت حفل إفطار جماعي لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية انطلاقا من الحرص على التواصل مع العاملين ونزلاء دور الرعاية شرفني أن يتواجد بين جميع المتواجدين في دور الرعاية سواء من أبناء أو معاقل أو عجزة وكذلك الإعلام والأخوان المسؤولين في جميع قطاعات الوزارة لتناول الأفطار الجماعي هذه عادة كويتية تجمع بين جميع الأحبة والأخوة نتمنى أن تستمر ونتمنى أن تكون عادة في كل رمضان نتمنى إن شاء الله أن تسود المحبة والأخاء بين جميع أفراد المجتمع نحن اليوم بين أبنائنا بين أخواننا بين زملائنا نتبادل الحديث الغير رسمي الأخوي الأبوي كأننا في بيتنا وبين أهلنا إن شاء الله تحرس وزارة الشؤون أن تقيم سنويا حفل الإفطار الجماعي للأيتام بهدف الالتقاء بهم والاستماع لهم ومشاركتهم فرحة هذا الشهر وهي عادة جبلت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في جميع الوزراء بأن يقوموا بهذه العادة الجميلة وذلك من أجل الطلاع على الموجودين في دور الرعاية لأن هناك في دور الرعاية طبعا الناس موجودين منهم كبار السن منهم المعاقين منهم فئات معينة موجودة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مثل هذه الأيام الفضيلة وهذه الأيام المباركة اعتاد معاني الوزراء على أن يقوموا بعمل إفطار جماعي نتمنى أن هذه العادة ما تنقطع إن شاء الله كل سنة يعني تكون كالعادة هذه ونأمل الله سبحانه وتعالى يعني أن يدوم علينا الأمن والأمان في وطننا الحبيب وعساكم من عوادة كل سنة شاء الله الإفطار في دور الرعاية الاجتماعية مشاعر إنسانية وأجواء عائلية تزيد من جمال هذا الشهر الفضيل وتزيد معاني التواصل واللقاء بين الحاضرين مروم حرام تلفزيون دولة الكويت